بالامس تشكلت النتائج النهائية للانتخابات واللي ظهر فيها بشكل واضح ده كان بين من اول مرحلة وتاني مرحلة طبعا التفوق الواضح للثورات الاسلامية سواء حزب الحرية والعدالة او سواء حزب النور السلفي ده غير كمان التوازنات الجديدة اللي حتكون في برلمان ما بعد الثورة كمان عايزين نتكلم ونقول حاجة مهمة جدا وهي وثيقة الاظهر طبعا نحن نتكلم عنها تقييمة بقنا دولتي داخلين على سبوع ولكنها فعلا مهما ان هي حازت على توافق وعلى اتفاق من اغلب الطيرات والطواقف السياسية الموجودة في مصر وهل حيتم فعلا حيكون لها تأثير في الدستور القادم ولا لا اسئلة كثيرة جدا بنسألها كل يوم ويكون معانا مجموعة من الضيوف المتميزين جدا اللي بيجاوبوا على هذه الاسئلة والنهاردة حيكون معانا هيكون معانا نهاردة مشاهدين الباحث السياسي دكتور هشام جعفر هو باحث في العلوم السياسية صباح خير يا فانا اهلا سهلا يعني بداية كده لازم ما تكون شخصية مهمة زي حضرتك موجودة معانا نهاردة لازم نعرف من حضرتك رأي حضرتك ايه في انتخابات 2011 من وجهة نظر باحث سياسي زي حضرتك ايه رأيك في الانتخابات السنة دي طيب خلينا نقول الحقيقة هذه الانتخابات تمثل نجاح للشعب المصري لانه نسبة المشاركة الكبيرة جدا نتصل فوق 60% مسألة ملفتة وبلغة الاهمية هذه نقطة الحقيقة يجب ان نبدأ بيها ونحيي الشعب المصري الحقيقة العظيم القادر على انه يعني يمارس السياسة بكافة اشكالها ويتغلب على بعض النخب التي تحاول ان تصمه بالجهل او عدم الوعي السياسي او شيء من هذا القادر هذه النقطة النقطة الثانية الحقيقة لا تصور انه يمكن البعض مش ملتفت اليها لكن احب اؤكد عليها بشكل دائما واستمر لا انه تشكيلة البرلمان تعكس مساحة من التعددية والتنوع الكبير انا ضد استخدام انه الاسلاميين قد اكتسحوا الانتخابات لان هذا اللفظ غير دقيق باي حال من الاحوال احنا عندنا اذا ما يمكن انطلق عليه تعددية الان وتنوع كبير جدا في داخل كل طيار يعني الطيار الليبرالي عندنا حزب الوفد باعتبره حزب قديم في الحياة السياسية المصرية بيمثل الليبرالية المصرية القديمة عندنا احزاب جديدة انضمت الى الحياة السياسية تعبر عن هذا الطيار زي الكتلة المصرية المكونة من مجموعة من الاحزاب الليبرالية الاخرى وفي نفس الوقت نحن بصدد ما يمكن انطلق عليه تدشين ايضا وابراز بشكل كافي جدا للتنوع في المجال السياسي بين الاسلاميين يعني احنا عندنا في الداخل الاسلامي عندنا مجموعة من الاحزاب مش حزب الحرية والعدالة فقط عندنا حزب الحرية والعدالة عندنا حزب النور عندنا حزب الوسط عندنا حزب الاصالة عندنا حزب البناء والتنمية وكل هذه الأحزاب في إطار هذه الانتخابات كان ما بينها من تنافس أشد ضراوة مما بين الأحزاب الإسلامية أو حزب الإسلامي الحرية والعدالة والأحزاب الليبرالي التنافس كان بين حزب الحرية والعدالة والنور كان أكبر من أي أحزاب أخرى فنحن التحالفات حتى نمط التحالفات اللي بدأت تتصرب خلال الإعلام خلال الفترة الماضية بتعكس أيضا فكرة بناء نمط التحالفات لا يعتمد على فكرة بناء التحالف الإسلامي إسلامي وإنما يعني كل تحالف بيضم من التنافس يعني مثلا حزب الحرية والعدالة بيقود 11 حزب متنوعين فيهم أحزاب قومية وفيهم أحزاب لبرالية وفيهم أحزاب متنوعة أخرى ونمط التحالفات اللي بيتم تتصرب بشأنه الآن اللي فيه النور وفيه الوسط وفيه أحزاب من الكتلة بيعكس أيضا فكرة بناء نمط التحالفات مختلف عما نتخيل فأنا الحقيقة يعني ساعات الإعلام يشيع مجموعة من المقولات التي تحتاج من وجهة نظر الباحثين على الأقل إلى تفكيك لأنه هيكون له أثر كبير الآن الحديث الآن حول عودة الوافد مرة أخرى إلى التحالف الديمقراطي وبالتالي نحن إزاء نمط التحالفات لتحقيق الأغلبية طبعا في البرلمان للحزب أو للتحالف الديمقراطي اللي بيقوده الحرية والعدالة فأنا بقول أنه هناك تنوع في البرلمان شديد جدا وكمان يجب أن نتحدث عن حتى القوى الإسلامية ودي أتصور أنها مسألة مهمة جدا من حكم حتى متابعته لشؤون حركات السياسية الإسلامية بشكل أخر أن هذه الحركات أيضا بتعكس فكرة التنوع من جهة الجزر الاجتماعي والاقتصادي ليس من جهة الجزر الفكري فقط لكن النسبة الأكبر بكثير كانت بصدد نجاح الإخوان والنور السلافي نعم يعني ما فيش المنافسة الحراكة بتكلم عنها لها ما بين الليبراليين وما بين النور وما بين الحرية والعدالة المنافسة القوية كانت ما بين النور وما بين الحرية والعدالة أيما وهما الاتنين طرفين إسلاميين ماشي ولكن إحنا عايزين في الآخر بارلمان يكون فيه تنصيق ما بين جميع الأحزاب علشان نطلع في الآخر بالشيء يكون فيه منافسة بكل حاجة ولكن في الآخر يطلع تنصيق يطلعنا في الآخر بنتيجة أو بحلول تفيدنا النهاردة بنسمع كل يوم من الإخوان ومن السلافيين أراء وحلول متنقضة تماما فإذن هما النهاردة لما يبقوا جوه الحزب أو جوه البرلمان حيبقى عامل ازاي؟ لا خلينا الحقيقة الحديث بتشيري إلى نقطتين بلغة الأحمق النقطة الأولى مسألة التوافق الحقيقة طريقة التوافق التي يتم الحديث عنها الآن في وسط النخبة يعني صح تعبير الثقافية والإعلامية يعني الحقيقة محتاجة إعادة تفكير أنا من وجهة نظري أنه مع الانتخابات التي جرت نحن نستعيد مرة أخرى في مصر السياسة لأنه نمط الذي كان مسيطرا ما قبل صورة 25 يناير ما كانش عندنا سياسة إذن نظام سياسي منزوعة السياسة كان عندنا مدخل لموارسة السياسة عبر البروخاطية أو مدخل لموارسة السياسة عبر الأمن أو مدخل لموارسة السياسة عبر تسكين الأوضاع نحن الآن نستعيد مسألة السياسة مرة أخرى السياسة معناه أنه هناك انتخابات هناك أغلبيات أو زي النسبية بتعكسها هذه الانتخابات من حاز الأغلبية لابد أن يتصدى ويقود وعندما يقود مطلوب منه أن يحدث التوافق لأن الحديث حول مسألة إنصاح التعبير التوافقات دون أن يكون هناك أوزان نسبية أو ما يمكن أن نطلق عليه أوضاع موجودة في الشارع لأن حديث نخبة الحقيقة التي ليس لها جزر في الشارع لا تستطيع أن تحدث التوافق لأنه يتحول هنا الحديث بشأنها إلى حديث فكري يشغب بي على الحياة السياسية أنا متصور أنه مطلوب من حزب الحرية والعدالة أنه يتحرك لإحداث هذه التوافقات بقيادته باعتبار أنه حقق الأغلبية وبالتالي وده لنا يعني هنا بقى يجب أن نميز بين خطابين أصبحوا موجودين حزب الحرية والعدالة عندما بدأ يستشعر أنه بصدد تحقيق الأغلبية بدأ يغير من خطابه أو بدأ يرسل رسائل طمأنة إلى كثير من الأطراف بدأ ينحو نحو مساحات الاعتدال بشكل أكبر وده يبقى برز بشكل كثيف خلال الفترة الماضية وأتصور أنه ده يعني تمهيد للفكرة التي بأؤكد عليها أنه لابد أن يتصدى لفكرة القيادة وعندما يتصدى لفكرة القيادة يصيغ بقى من السياسات ما يحدث بها قدر من التوافقات أما الحديث حول التوافقات كده في المطلق الحقيقة أنا مش قادر أفهمه ومش قادر أتعامل معاه ولن يحدث بأي حلم الأحوال وإندما بيتحقق عبر السياسة وعبر الحركة في مساحات مختلفة طب إيه فندم في رأي حالتك يعني برضو شكل البرلمان الأقرب المثالية وفق المجتمع المصري حاليا ووفق الطيارات السياسية المسيطرة أو اللي بتلعب دور مهم بعد الأحداث الأخيرة مع تشكيل حياة سياسية من رأوها هو طبعا البرلمان زي ما بشير اللي بيغلب عليه فكرة التنوع لكن أيضا البرلمان في مأذق كبير جدا وتصور مبالغ الأهمية بأنه أؤكد عليه لأنه هناك محاولة بل هناك مجموعة من السياسات التي أحدثت صدعا بينما يمكن أن أطلق عليه شرعياتين موجودتين الآن أو في الواقع السياسي المصري الشرعية الأولى هي شرعية الميدان اللي هي بتمثل إطار السابوي 25 يناير وشرعية البرلمان التي يعكس أيضا فكرة الانتقال بالثورة من أن تكون في الميدين إلى أن تتقل إلى المؤسسات السياسية هناك شكل من الأشكال يعني إن صح التعبير عدم ثقة أو محاولة لتصوير أن هذا البرلمان ليس برلمان الثورة وبالتالي هناك فجوة بين البرلمان وبين الميدان وتصور أنه البرلمان عليه دور بالغ الأهمية في الفترة القادمة وخاصة في جلسته الافتاحية اللي هي يوم 23 يناير في أن يحدث وصل من قطع بين الميدان وبين البرلمان وهنا لابد هنا البرلمان أن يتبنى أجندة ثورية يقنع بيها إن صح التعبير الميدان بقدرته على أن يستكمل أهداف الثورة وهنا تأتي أهمية الحقيقة البيان الذي أصدره الأظهر الشريف الأربعاء الماضي حول وحمل عنوان استكمال أهداف الثورة المصرية واستعادة رحمة لأنه هنا بيرسم عبر 12 نقطة مجموعة من المبادئ الأساسية التي تمثل عناصر لاستكمال الثورة المصرية البرلمان لديه القدرة على أن يحول هذه العناصر إلى مجموعة من الإجراءات والأولويات التشريعية التي يجب أن تحكم أجندته في خلال الفترة القادمة وهنا يمكن أن يحدث قدر من الاتصال مرة أخرى بين الميدان وبين البرلمان هذه النقطة النقطة الثانية لتصور أنه البرلمان لابد أن يعتني بها خلال الفترة القادمة هي جموع الشعب المصري الشعب الاجتماعي لأنه أصبح من ضمن التدعيات الخطيرة خلال الفترة المضيمة من خلال شيطانة الثورة ورموزها إلى حد كبير أنه أصبح هناك حالة من حالات عدم الاطمئنان في الشارع المصري تجاه الثورة وعدم الشعور بالثقة وبالتالي نحتاج إلى أن نطمئن جماهير الشعب الاجتماعي وليس الشعب المسيس فقط اللي في الميدان تجاه أهداف الثورة واستكمالها وده مطلوب أيضا برلمان أن يكون مراعيا لهذا الاعتبار واللي هي حملتها أهداف الثورة من الحديث حول العيش والعدالة الاجتماعية والكرمة الإنسانية نروح لبعض التصريحات كده يعني ونعرف برضو إذا كانت صحيحة أم لا من حضرتك أنه بعض الليبراليين على سبيل المثال مثلا دكتور عامر الشبكي اعترفوا يعني بعض الليبراليين يقولوا أن هم اللي تركوا الصحة للإسلاميين عايزين نعرف ده الحقيقي ده حقيقي ولا لا أو هل فعلا لو ده مش حقيقي هل هي شطرة من الإسلاميين أو طيار الإسلاميين هو ينجح ويأخذ الأغلبية في الانتخابات ولا هو إهمال من الليبراليين لا هو خلينا نتحدث عن حاجة نروح لأول لأول نقطة حاجة مهمة جدا حقيقة هو أنه الفكرة الأساسية ما ننساش أن هذه الانتخابات هي كي جي وان سياسة من الليبراليين في مصر وبالتالي اختلطت فيها المستويات المتعلقة بالانتخابات أو بالدعاء الانتخابات طبعا كان حاضر فيها البعود الديني بقوة شديدة جدا سواء من الطرف المسيحة أو من الطرف الإسلام نتكلم بمنتهى الصراحة والشرفية في الحجد والتعبئة والانتخابات لكن أنا ليست فقط هذا البعود هو الوحيد الذي كان حاضر لا أنا أعتبر أن هناك أبعاد أخرى بالغة الأهمية في هذا الأمر لأنه واحد زي صديقنا دكتور عمر الشبكي وهو صديق عزيز قد استطاع أن يحقق نجاحا في هذه الانتخابات وهذه دلالة مهمة وعمر حمزاوي وغيري ومصطفى المجر وغيري فإحنا بصدد أيضا وهو في نفس الوقت وهو حكى ليه هذه الوقائع أن الناس كانت تصوت لحزب الحرية والعادلة وكانت تصوت له يعني استطاع لأنه شخصيات من هذا القبيل استطاعت أن تبني جسورا بين أطر متعددة يعني ميزة نموذج دكتور عمر الشبكي أنه استطاع أن يبني نموذجا يصل فيه بين مساحات مختلفة ما فيش معارضة لمساحات التدين في اعتراف بمسألة الشريعة وفي نفس الوقت يقدم جسورا بين هذا المكون وبين الليبرالية وبينها وبينها القومية وبينها وبينها وبالتالي كان هناك أيضا حضورا للبعد الاجتماعي الاقتصادي أيضا في هذه الانتخابات وأتصور أن جزء من التصويت لحزب الحرية والعادلة كان وراءه رغبة في حكتين السياتين أولا بيعكس ما يمكن أن يطلق عليه مساحة المزاج المصري في التدين اللي هو أقرب لفكرة الاعتدال والوسطية وبالتالي كان ينظر مقارنة بحزب النور لأنه يصوت لهذا النوع من التدين وأيضا رغبة في القدرة أو الثقة في اختبار هذا الحزب في قدرته على أن يحل المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها المواطن المصري ودي مسألة يجب أن نلتفت إليها بشكل كبير جدا بس كده؟ لا لا يجب أن نلتفت إليها معيار ممارسة الشرعية الآن في كل الأنظمة السياسية العربية وعلى رأسها الأنظمة التي طالها الربيع العربي هي متعلق بالقدرة على حل المشكلات الاقتصادية هو ده معيار الممارسة الشرعية قضية الهوية ليست في مصر مهددة بأي حل من الأحوال يعني هوية الدولة هوية المجتمع ليست مهدلة طيار الإسلامي كان عنده شوية شطارة برضو قبل الانتخابات وقت ما كان بيحصل فيها أن الناس بتجمع أصواتها دي نقطة الثانية اللي عاوز ألفة النظر إليها توسيع مفهوم السياسة هذا ما تشير إليه هو توسيع مفهوم السياسة لأن هناك من النخب من تصورت أن ممارسة السياسة تكون في الإعلام وفي التصرحات الإعلامية وليس العمل في الشارع ميزة الحركات السياسية الإسلامية أو الطيار الإسلامي أنه كان له جزور ممتدة في الشارع عبر مداخل متعددة عبر مدخل اجتماعي يقدم خدمات اجتماعية عبر مدخل إغاسي عبر مدخل تعليمي مدارس ودروس خصوصية عبر مدخل صحي يقدم خدمات صحية عبر مدخل أيضا ثقافي كل هذه المداخل المتعددة أنا أصور أن هي مداخل مهمة في ممارسة السياسة لكن ليس معنى ذلك أنه نخلط بينما يمكن أن نلتق عليه لأننا ضد هذا المسألة بين الدعوة وبين الممارسة السياسية الحزبية لا يجب أن يكون هناك فصل واضح بين الدعوة والممارسة المرتبطة بيها وبين مسألة صح تعبير الممارسة الحزبية السياسية بس هل هم هيبقوا وعيين المنطق ده أنه الدعوة على جنبه والنشاط السياسي فهو على جنب أخر يعني؟ لا هو هناك حديث متصاعد يعني أنا حضر بالحديث مثل وده أنا كتبت عنه حتى في الإطار السلف رغم أن الإطار السلفي دخل ساحة السياسة مبكرة إحنا أصبحنا الآن إذاء خطابين في داخل حزب النور أو في داخل الدعوة السلفية نصحتها بها خطاب يمثله مشايخ الدعوة السلفية يتكلم عن يعني نصحت عبيل خطاب يغلب عليه جانب الدين وجانب العقائد والجانب الفقهي وعندنا خطاب أيضا يدشنه بداية تدشين لخطاب سياسي موجود في حزب النور وبالتالي إحنا بيتشكى أصلي يعني هذه المسألة مش حكاية الواقع بيفرض في أحيان منطقه على الجميع ودي برضو من ضمن المناخزات الأساسية لأن إحنا بدأنا نشهد إنما كلما اندمجت الحركات السياسية الإسلامية وهذا ليس فقط مرتبط للحركات السياسية الإسلامية وإنما بكل الحركات السياسية الأديولوجية أو العقائدية كلما اندمجت في المجال العام وتصدت لتحديات الواقع كلما زادت مساحة الاعتدال هذه قاعدة عامة يعني على الأقل أنا تبعتها منذ منتصف التامينات بالنسبة لحركة الإخوان المسلمين باعتبار أنها كانت بداية دخولها لساحة العام العام 84 وأيضا أنا متابحة الآن فيما يتعلق بمسألة الحركات السلافية بعد دخولها الانتخابات سؤالين يا فنم أول حاجة من المتوقع من المتوقع أنه هيكون رئيس الفرلمان القادم والسؤال الثاني أين هم الشباب من كل الكلام ده أنا حاجة بعض السؤال التاني لأنه الأسهل بالنسبة لي أما السؤال الأولاني فده مرتبط بتوافقات في داخل البرلمان أو في قدرة على تحديد يعني أغلبية فيه أتصور أنه حتى الآن ملامح التحالفات لم تظهر بشكل كافي مازال هناك يعني شكل أشكال الأخذ والرد فيها وبالتالي نمو التحالفات لم يظهر بشكل كافي أما بالنسبة للسؤال التاني وأتصور ده سؤال بلغ الأهمية بس فده مقامل بك سؤال التاني فيه أسامي ترحط في الإعلام أو في أسماء يعني 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 كان فيه أسماء كثيرة ترحط في هذا الإطار أنا مش عارف يعني بس هل الأسامي الذات يعني ترحط بناءًا على تفوق حزب الحرية والعدالة فبالتاني من داخل هيكلة الحزب يبتنمى بقى طرحة هذه الأسامي ولا بناءًا على إيه يعني طبعا بناءً على قدرة لأنه من ضمن المراحلات الأساسية أنه تحالف الديمقراطي لم يستطع أن يحقق الأغلبية لخمسين زائد واحد وبالتالي هو يستطيع راغب الآن في توسيع نمط التحالفات والكلام حوالين الوافق حوالين البلاء والتنمية حتى يستطيع أن يحقق الأغلبية بما يستطيع أن يفرض مرشحه للرئاس ولكن إذا حدث شكل من أشكال أنا مصورنا هيبقى فيه شكل من أشكال التوزيع لهذه المناصة أن نحن عندنا أولاً الوكيلين الرئيس والوكيلين وأيضاً عندنا عدد كبير أظن 46 أو مش مستذكر رقم لجان نوعية وبالتالي نحن إذا أيضاً توزيع لهذا على اللجان المختلف وأتصور أنه يعني بتسألني أرجو أن يكون من التحالف الديمقراطي أو حزب الحرية والعدالة أن يحدث قدراً هنا بقى معنا القيادة أن يحدث قدراً من التوافق يحققه بتوزيع اللجان على إنصح التعبير الأكفأ والقادر على أن يدير هذه اللجان وليس في إطار الحزبي فقط أما بالنسبة للسؤال الثاني متعلق بمسألة الشباب وده الحقيقة مسألة بلغة الأهمية لأنه أخطر ما جرى في هذه الانتخابات أنه لم يتم إدماج ما يمكن أن أنطبق عليه شباب بالثورة في الحياة السياسية المصرية ممكن أن فيه ناس كيراوي يحاولوا وقت الانتخابات أنهما يعني يساعدوهم بحيث أن يكون لهم ولو بعض الكراسي يعني جوه البرلمان ولكن الحقيقة برهم هو فيه طبعا عدد من الشباب استطاع يعني أنه يحقق ده لكن خلانا نقول في المجمل مازال حتى الآن لم يتم إدماج الشباب في ما يمكن أنطبق عليه في العملية السياسية اللي يرتبط بالانتخابات بشكله بأخر وده أتصور أنه أيضا دور بلغ الأهمية يجب أن يطلع به الأحزاب التي فازت في هذه الانتخابات بأنها يعني تبادر أو يعني تطلق مجموعة من المبادرات لمحاولة إدماج هؤلاء الشباب في العملية السياسية وأيضا أتصور أنه الشباب أيضا يجب أن يفكر فيما يمكن أنطبق عليه كيف يمكن أن يتموضع في الحياة السياسية المصرية لأنه هناك برضو اتجاهات مختلف البعض مثلا نرأى أنه السبيل إلى ذلك بتكوين أحزاب وبعضهم بكون أحزاب بالفعل أو بصدد تكوين أحزاب والبعض الآخر رأى أنه يظل يمارس ما يمكن أنطلق عليه جماعة الضغط التي تحافظ أو تحاول أن تمثل روح وقيم السورة المصرية وده اللي مازال الميدان يستخدم فيه كأحد الأدوات الأساسية في هذا الصدد أتصور أنه الشباب أيضا يجب أن يفكروا في كيفية وضعهم في النظام السياسي وفي نفس الوقت لا بد من الأحزاب التي حققت نجاحا في هذه الانتخابات أن تطلق مجموعة من المبادرات لإدماج هؤلاء الشباب في العملية السياسية بشكل أفضل لأنه ده في صالح الحقيقة في صالح النظام السياسي المصري لأنه إحنا إذا أتحقق ذلك أتصور أنه إحنا هنشهد أيضا مجموعة من الكوادل الجديدة التي يمكن أن تسري الحياة السياسية المصرية والتي برزت خلال فترة الماضية وهتزداد برزها خلال فترة يوم 25 يناير إيه المتوقع يوم 25 يناير إنه هو يحصل فوجهة نظر حضرتك أو رأي حضرتك إيه ممكن يحصل في يوم 25 يناير لك سؤال مليون دولار إيه اللي هيحصل خلال 20 يناير هو من ضمن الانقسامات اللي حادثة الآن في الحياة السياسية المصرية أيضا البعض يتحدث عن احتفال يوم 25 يناير والبعض يتحدث عن استكمال لأهداف الثورة وإن إحنا بصدد ثورة جديدة آه ثورة جديدة فإحنا بإزاء يعني طرحين موجودين بشكل وباخر وهنا أنا أحب بالحقيقة أرجع لواسيقة أو بيان الأظهر هي دقة بيان الأظهر الأخير حاول استكمال أهداف الثورة مصرية واستعدة راحة هو كان محاولة لبناء هذا الجسر بين الطرفين بمعنى أن هناك مجموعة من الأهداف التي حققت والتي يجب أن نؤكد عليها لكن أيضا هناك مجموعة من الأهداف التي يجب أن نستكملها بشكل كبير جدا والأهم من وجهة نظري وأيضا هذا ما أكد عليه البيان هو كيف يمكن أن نستعيد روح وقيم الثورة المصرية هو طول الوقت من 25 يناير اللي فات لإن شاء الله 25 يناير اللي جاي طول الوقت عمليين بنتكلم في أنه عايزين نتعلم من الدروس عايزين نتعلم من الدروس عايزين القصة تمشي حضرية زي ما كنا عملناها في الأول متوقع حضرتك أنه رد فعل الناس اللي عايزة تعمل صورة جديدة يوم 25 يناير متوقع أنه ردف علىها هيكون عنيف شديد هيكون سمي لا أنا متصور أنا متخيل لا لا يعني من خلال حتى بعض المعلومات المتفهرة أننا عندنا ما يمكن أن نطلق عليه تيار أساسي أو منستري أساسي الحقيقة يعني بيؤكد لأنه دي من ضمن القيمة الأساسية التي يجب أن أستردها وهناك تأكيد من الشباب عليها هي فكرة السلمية فيه تيار أساسي فيه مجموعات على اليمين وعلى يسار ممكن نشهد شكل من أشكال يعني رغبة في ممارسة يعني أعمال عنيفة بشيء من هذا القبيل لكن أنا بعتبر لا أنا بعتبر ده برضو أيضا جزء من تضخيمه في الإعلام لإصارة مخاوف عند المواطنين انتجاه مسألة الصورة وده الحقيقة مسألة خطيرة جدا يجب أن نتنبه إليها لكن يعني إن صح التعبير التيار الأساسي في وسط الشباب يؤكد على فكرة السلمية بشكل كبير جدا لأنه دي أحد قيم الثورة المصرية وأحد يعني انصح تعبير الأليات اللي استخدمتها واللي حققت من خلالها نجاح كبير جدا وده مسألة مهمة جدا أنا متخيل أن احنا محتاجين 25 يناير بالإضافة لاستكمال أهداف الثورة المصرية والضغط اللي تحقيقها وهنا البرلمان لابد أن نلعب دور أيضا الرئيس المنتخب القادم لابد أن نلعب دور في هذا الإطار لكن أيضا يجب أن نسعى إلى ما أطلق عليه مأسسة قيم هذه الثورة لابد أن نسعى جاهدين لتحولها إلى أوضاع مؤسسية بحيث أنه هذه القيم يتم تبنيها في إنصح تعبير في مشروع مثلا ثقافي قيمي ديني عبدالخطابات ثقافية خطابات جميع طاقة إيجابية طبعا يعني هي طاقة حتى الآن طاقة إيجابية لكن أنا بقول محتاجين المؤسسها لأنه أنا لجب أن أتذكر أنه بعد 11 فبراير الشباب نزل ينظف الشوارع ويطلق مبادرات لنهضة هذا الوقت تبددت هذه الطاقة سليعا نعم عندنا كم ملفات محتاجة مبادرات كتير جدا من الجهات المعانية يعني أعتقد أنه وجي الوقت بقى أنه مفروض أنه خلاص عدل خانيا دكتور هشام جعفر احنا صارونا السياسية كالفقرة أعتقد ممتعة جدا شكرا لجل 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 مشاهديني هنروح لفاصل ونرجع موارة تانية ليس معنا فقرة في نهارك سعيد